أنا عايز صراحة أن أتكلم شوية عن هذا التقرير الهام للهيئة العامة للاستعلمات في تقريرها الأول لليوم الثاني والتصريح منقولا عن الكاتب الصحفي طبعا سيد ضياء رشوان رئيس الهيئة قال أن الغرفة غرفة العمليات المركزية في الهيئة العامة للاستعلمات وصلت على مدار الساعة دورها في متابعة عمل المرسلين لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة لتغطية هذه الانتخابات نحن نتكلم على 528 مراسل من المقيمين أو من الوافدين من الخارج لغرض هذه التغطية الانتخابية كمان وصلت والحديث أيضا لسه ماذا يعني في التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلمات أن تم رصد ما ينشر ما يذاع في وسائل الإعلام في أنحاء العالم عن هذه الانتخابات رئيس الهيئة قال أن أبرز الملاحظات أسفرت عن التالي رقم واحد وصل مئات من المرسلين والأجانب والمراقبين والمتابعين جولتهم في مقار اللجان وأجواء التصويد تم رصد الإجراءات المتعلقة بها الانتخابات في كافة محافظات الجمهورية بحرية تامة بدون أي عوائق أو بدون أي شكاوة تم تسجيلها بدون أي مضايقات لأداء دورهم الإعلامي المحترم وقال كمان التقرير أنه لم يرصد أو يرصد أي من هؤلاء المراقبين أو المراسلين أو لم تنشر أي وسيلة من وسائل الإعلام العالمية أي تجاوزات أو أي مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها مع إشارات واضحة لعدم تدخل سلطات الدولة في التأثير على حرية الناخبين في الاختيار بل على العكس والكلام ذلك ما زال نقلا عن هذا التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلمات كان هناك اهتماما بتصوير ومتابعة كل ما يدور في اللجان تقرير هام للهيئة العامة للاستعلمات ترصد بما لا يدع مكالا للشك أن العملية الانتخابية تمشي بشكل نزيه بشكل حيادي تام ترجمة نانسي قنقر